التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة المنامة تعقد في ظرف تاريخي دقيق يفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين أولهما مسار السلام والاستقرار والأمل والثاني مسار الفوضى والدمار جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة حيث شدد الرئيس السيسي على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه كما أضاف السيد الرئيس أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قصريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك إلى ذلك أكد البيان الختامي للقمة العربية في نسختها الثالثة وثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين أكد على إدانة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تجديد الحصار على المدنيين في القطاع مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية وفقدان سكان غزة شريان الحياة الرئيسي وطلب البيان إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن وشدد البيان الختامي للقمة العربية على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة مع الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي أعلنت كندا أنها فرضت للمرة الأولى عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين في الضفة الغربية وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان إنه من خلال اتخاذ هذه الخطوات ترسل بلادها رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون غير مقبولة وأن مرتكبيها سيتحملون العواقب وتشمل تلك العقوبات فرض حظر على التعاملات وحظر دخول إلى الأراضي الكندية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيليا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء وأطلقت الرصاص بصورة مباشرة صوب شاب كان يستقل دراجة وأصابته بجروح كما استشهد شاب وأصيب آخر وطفل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتين شرق تول كرم كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية من بينهم أطفال ومعتقلون سابقون هذا وقد استشهد شاب وأصيب آخران في قصف للاحتلال قرب دوار العودة وسط رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة كما تعرض شرق المدينة لقصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وقصف طيران الاحتلال منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح الفلسطينية ومحيطها كما قصف منزلا في حي الجنينة وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على مخيم جباليا وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ونسف الاحتلال مربعات سكنية بالكامل في مخيم جباليا هذا وأعلنت مصادر طبية وصول جثامين تسعة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس في الساعات الأخيرة الماضية أعلنت أوكرانيا أنها أبطأت التقدم العسكري الروسي في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد حيث لا يزال الوضع صعبا للغاية كما اتهمت السلطات الأوكرانية الجيش الروسية بإعدام مدني أوكراني واحد على الأقل واستخدام نحو أربعين آخرين كدروع بشرية في خاركيف شمال شرق البلاد وقال حاكم منطقة خاركيف أن القوات الروسية ما زالت تتقدم في منطقة ليبتسي وأن الروس يواصلون محاولتهم الاستلاء على منطقة فوفتشانسك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية منع الواردات من 26 شركة نسيج في الصين مشيرة إلى مخاوف بشأن العمل القصري وتتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الإيجور المسلمة في منشآت بمنطقة شينجيانج شمال غرب البلاد لكن بكين تؤكد أن هذه المعسكرات هي أماكن إقامة طوعية تعلموا فيها ومضوا للبحث عن وظائف ثابتة وحياة أفضل ويحضر قانون منع العمل القصري للإيجور استيراد جميع السلع من شينجيانج ما لم تقدم الشركات دليلا يمكن أن يتم التحقق منه على أن الإنتاج لا يتضمن عملا قصريا